بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة ورحمة العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم منفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرت هم يقينون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون ذلك الكتاب لا ريب فيه تقول علماء اللغة كلمة ذلك هي اسم إشارة تقال البعيد قال برصحة تعالى ممكن يقول هذا الكتاب لا يربي فيه لكن إلا الخليه سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا يربي فيه قال بعض النا Gamk ذلك اشارة أن العلو وسموه منزلة هذا الكتاب لذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب استخدم معه اسم الإشارة اسم الإشارة الذي يستخدم مع الشيء بعيد من قبل بعض النا Gamk قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هو بعيد عن أيدي العبثين عن أيدي الكفار إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون في آية الأخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم الحميد فذلك الكتاب كتاب عالي منزلة وبعيد أيضا عن أن تناله أيدي الكفار بعبس أو أي شيء ذلك الكتابه لا رايبة فيه جاءت فيه تفسيرات كثيرة بعد ذلك الكتاب خرج رسول الله سنة بكتاب فيه أسماء أهل الجنة أسماء أهل النار فسيدنا أبقر قال فيما العمل رسول الله بدا من الأسماء ربا رسول الله تعالى خلاص عرف مين في الجنة ومين في النار قال له وقال عمله فكلهم يؤثروا لما يقول له طبعا الصحيح أن هذا الكتاب هو القرآن وليس في هذا لكن نحن نقول لتفسير ذلك الكتابه لا رايبة فيه لأن المنافقين والكفار يشاككون في هذا الكتاب يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعحى أو اختلقه من ذات نفسه أو النشاطين تتنزل عليه به أو نوصرقه من كتب أهل الكتاب أو من كتب القديمة وهكذا فرابنا يقول هذا الكتاب لا فيه شك ذلك كتابه لا رايبة فيه هدى المتقين وكلمة الريب أي شيء يخالط أي أي يعني لو أنا شيئا خالط شيئا آخر ليس من جنسه فيه يتحول هذا الكتاب إلى شيء غير متجانس لذلك اللبن يقول عليه رايب من كلمة الريب أو الريبة الشيء زاد في الحجم لأن خالطه شيء حالطه شيء ليس من جنسه فأصبح حجمه أكبر كان لبن عندما يخالطه أشياء يعني ليس من جنسه فيقول عليه لبن رايب لأنه فسد وتوقت بيه أشياء فهذه معنى كلمة رايب لذلك يعني كان كلمة الريب في الأصل هو الشيء اللي عندما يريب فيزداد في الحجم فنجمنا من هنا كان جلمة ريبة وأيضا يتغير تتغير صفات هذا الشيء بعدما كان الشيء سليم يتحول إلى شيء يفسد فهذا الكتاب ليس فيه شك ذلك كتابه لا رايبة فيه هدى المتقين ممكن تقول ذلك كتابه لا رايبة هذا الكتاب عند الله ما في الشك فيه هدى المتقين أي فيه كل ما ينفع الذين بلغوا التقوى الإيمان ولكن ليس عندهم أحكام يمشون عليها دستور أو ذلك كتابه لا رايبة فيه تسكت هدى المتقين هذا الكتاب لا رايبة فيه ألا يشك فيه وهو أيضا هدى المتقين وهذا الأرجح طبعا التقوى العلماء عرفوها في تعرفات كثيرة سيدنا عمر سأل سيدنا أبايد بن كعب قال الله رأيت أمير المويلة هناك دقلت فيه في مكوهي طريق يعني كله شوك وما ستفعل قال يعني أشمر وأرفع ملابسه وأتقي أتقي الشوك قال لها زينك التقوى وسيدنا علي بن طول قال تفسيرا فيها تفسيرا جميلا الرضا بالقليل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم من الرحيم يعني قول البليغ أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية تقي نفسك النار وبعض الرماء قال يعني أن يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك حيث نهاك يعني سبحانه وتعالى هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب اللي يحتاج وقفة مين يؤمنون بالغيب هذه الآيات ربما سبحانه وتعالى تكلم عن أصحابة رضي الله عنهم ثم تكلم عن أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام ثم تكلم عن الكفار ثم تكلم عن المنافقين في مراحل طبعا دول الصحابة رضي الله عنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم من رزقناهم كلنا لم نرى الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن به إيمانا غيبي وهذا هو الإيمان الحقيقي لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للمائك عندما رأوا أبناء آدم يعصون فقال لهم لقد ابتليتهم بعشوا من الشهوات وعفيتكم وقال لهم أنتم عندي وهم في غيب هم لا يروني لذلك العماء قالوا المؤمن الصالح خير من الملك عند الله قالوا الأنبياء هم أفضل خلق الله على الإطلاق ثم الملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم المؤمن الصالح ثم الملك لأن الملك مخلوق خلقة جبلية مخلوق مقبل على الطاعة ليس له خيار ليس عنده عضاء تسكير وتأنيس ليس عنده شهوات فنحن نؤمن لله سبحانه وتعالى دون أن نراه فهذا ولذلك رسول الله سبحانه قالها حديثا عظيم الفازل قال من أعجب الناس إيمانا فقال الصحابة الرجاء عنهم نحن يا رسول الله أو في رواية الأنبياء فقال لهم كيف لا يؤمنون والوحي والوحي ينزل عليهم قال قال نحن إذن نحن يا رسول الله قيقر كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم والقرآن ينزل عليكم قال قال الملائكة قال قال لهم كيف لا يؤمنون هم عند ربهم فمع صحابة حدثة قال أعجب الناس إيمانا من نسبة لي هم قوم سيأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بصحف يقرؤونها لذلك نحن مثابون أكثر من الصحابة الصحابة الرجاء عنهم على إيماننا هم أعمقوا إيمانا منا وأطهروا قلوبا ولكننا نستطيع أن نساب على إيماننا لأننا لم نرى رسول الله لم نأخذ من نوره لم نأخذ من علمه لذلك العامل بعمل في هذا الزمان بسبعين من الصحابة الرجاء بسبعين عمل من الصحابة لذلك قال صحابة الرجاء قال مننا أو منهم قال لا بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوان هم لا يجدون فالذين منه يبغيب ويقيمون الصلاة شوف ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أبنا يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة لأن الصلاة محتاجة إقامة فإذا أديت الصلاة بشروطها وأركانها ومستحباتها وتؤديها كلها في المساجد الذي لا أدي الصلاة في المسجد لا يقيم الصلاة يؤديها فقط تأديه وينقص ثوابه ثوابا يعني كما قلت كثيرا في الأحدث ثوابا شديدا جدا ينقص كثيرا جدا واخصر خسارة فادح فإقامة الصلاة معناها أن يقيمها في أوقاتها في أول أوقتها يوفيها كاملة بمستحباتها وصنانها ومندوباتها وطبعا أركانها في الأول يعني تقيم الأركان والصنان ومستحبات والمندوبات وتؤديها كلها في المساجد يقيمون الصلاة أقلمة الصلاة جاء فيها تعريفات كثيرة أفضل هذه التعريفات أنها صلة بين العبد وربي كلمة صلاة مشتكم صلة بعض المعلماء قالوا أنها تحرق الظنوب لذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحترقون 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 ثم إذا صليتم الصبح غسلتها ثم لكم تحترقون 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 بالذنوب ثم إذا صليتم الدهر أو الظهر غسلتها إلى آخر إلى آخر خمس صلات فقال سميت صلاة لأنها تحرق الظنوب بعض المعلماء سميت صلاة لأنها دعاء لذلك كلمة معنى صلى أي دعا فنحن نقضى الله سبحانه وتعالى في الصلاة فسميت صلاة سميت صلاة ومما رزقناه من فقوه يعني ليست الزكاة ليست الزكاة واحدة وحدها هي الواجب فكما قرر صلى الله عليه وسلم إن في المال لحق سوى الزكاة لو لك جار جائع وأنت شبعان لو أنت طلعت عشر أمثال الزكاة وعندك فائد من المال لاجب أن تعطيها ولا تأسم تأسم اسما كبيرا لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم من بات شبعان وجاره جائع لا يؤمن بالله فرصاصم عدد لا يؤمن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن الآخر من بات شبعانا وجاره جاء بصير في النظر طلعت زكاة ولكن طلعت عشر أمثال الزكاة لذلك إن في المال لحق سوى الزكاة دي أول حاجة الحاجة الثانية عند ربما سبحانه يذكرك ويعلمك أنك مستخلف في هذا المال كما عطاه الله لك يستطيع أن يأخذهم أن يأخذهم منك في أي وقت فلذلك يقول وما رزقناهم أنا اللي برزقك ينفقون لكن لو أقول الزكاة وخلاص لك اللي أبو عز وذكرك أنه صاحب ذلك جاء في الحديث صحيح الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي في ذا بأ بخل وكلائي على عيالي أعدقتهم وبالي ولا أبالي أنت موقل في هذا المال أنت مستخلف المال لا يسميلكك ومما رزقناهم ينفقون كلمة نفق في اللغة العربية معناها نفقة الدابة أي ماتت الدابة فعندما تنفق المال تتحوله من الوجود إلى العدم فلذلك سميت نفقة أي موات شيء تحول من الموجود إلى العدم فهذا لذلك أطلق على صرف المال نفقة الذين ومما رزقناهم فلاك على هدى من ربهم وأولئك هم مفرحون إذا الإيمان الغيبي له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لإيمان يا ربا سبحانه وتعالى ينظر إلينا ليلة النهار ونراه كما تروني الآن هل يستطيع أحدا أن يعصي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحدا لكن الحكمة الاختبار أن تؤمن بله سبحانه وتعالى وأنت عنه في غيب فيتمايز الناس ويتعرفون أقول قولي هذا أستغفى الله لأرى تنسوش تفعيل الجرس واشتراك في قناة تساعدوني على نرش السنة النبوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر